حد يقول لي انت تتكلم عن رفعات الاسعار ولسه السولار والبنزين زي دي مبارح بقول انه ده السولار بقى انا مرتين مزادش السولار وحنا عندنا لجنة بتجتمع كل 3 شهور لتشوف الاسعار العالمية لان احنا بنستورد السولار والمحروقات من برا بالدولار فبالتالي لابد من الوصول تدريجيا الى تحرير المحروقات من الدعم وزي ما قلت قبل كده كل الناس اللي بيقول ان السعر عالي هو عالي طبعا انه احنا غلينا طبعا غلينا الناس بالدقيقة بالتأكيد محدش مبسوط من زيادة الاسعار لكن اي حد يخش على جوجل ويشوف لتر السولار او لتر البنزين 95 و92 و80 بكم برا برا فين برا في الاردن برا فين برا في المغرب برا فين برا في كل الدول اللي موجودة حوالينا سواء الدول العربية الخليجية النفطية او الدول غير نفطية ارخص دولة فيها اسعار للنفط واسعار للجاز اسعار للبنزين هي مصر رغم اللي احنا غليناها شوية جنيه او اتنين جنيه لكن بقول لسه الدولة بتدعمها بحوالي اكتر من 120 مليار جنيه سنويا في كل حال مش ببرر للحكومة القرار لكن لازم كلنا نفهم مع بعض لازم كلنا نعرف ايه اللي بيجرم هو الحكومة مش بتاخد قرار بمعزل عن الناس او هو ده الواقع او هو ده الامر الواقع لا اه في مبررات لهذا الرفع وخلينا بقول احنا ماشيين في طريق اصلاح مهم جدا اعتقد المواطن البسيط الغلبان اللي مش لاقي هيتأثر بزيادة الاجرى بيتأثر بكذا لكن بقول ان احنا ماشيين في طريق لرفع المعاناة عن الناس من خلال حزمة حماية اجتماعية متكاملة ستعلن عنها الدولة قريبة